غائم ملبد بالأزمات مشهد أزمة المياه في العراق مستجدات جديدة تطفو على سطح الأزمة زيارة مرتقبة لوزير الموارد المائية إلى تركيا نهاية الشهر الحالي محاور الزيارة تتمحور حول إمكانية الوصول إلى محطة التقاء توافقي حيال إنهاء أزمة باتت دائرتها تتوسع دون توقف هناك النية للقيام بالزيارة إلى الجانب التركي من قبل سيد الوزير مع وفد كبير لغرض استمرار التباحث مع الجانب التركي بشأن موضوع المياه وعلى ما يبدو أن الأزمة المائية على موعد مع التفاقم مخاطرها تكمن في التثير السلبي على الموسم الزراعي والثروة السمكية وغيرها الكثير مع انخفاض كميات المياه الواردة بنهر دجلة من عشرين مليار متر مكعب سنويا إلى عشرة مليارات متر مكعب ستكون عكاساتها على الزراعة سنواجه أدام للزراعة وخاصة أن هناك أكثر من ستين بالمئة تاشون عن الزراعة إضافة إلى ذلك كل مليار متر مكعب يفقدنا ميتين وستين إلى ميتين وسبعين ألف دون من الأراضي المستصلحة وارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري كل درجة واحدة تفقدنا عشرين بالمئة من الانتاج إضافة إلى فقدان التنوع الأحيائي سوف نفقد الكثير من التنوع الأحيائي بالنسبة للأنهر والبحيرات أوراق عدة بإمكان العراق استخدامها للضغط في مسار إنهائي هذا الملف أوراق دبلوماسية واقتصادية وأمنية مؤثرة في ظل اعتماد بغداد بتوفير احتياجاتها المائية على أنقرة بنحو 35% استمرار الأزمة المائية قد تجعل العراق يواجه عجزا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2035 وهذا ما يعزز من المطالبات بضرورة إطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير تغيير 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 اشتركوا في القناة